موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود بدأت يوم الاثنين الماضي لاجتماعات السرية والمجهولة المكان والتي تعقد بعيدا عن وسائل الإعلام بين تواقم المفاوضات التي تمثل السلطة الفلسطينية وإسرائيل وذلك بهدف التوصل إلى بيان مشترك يحدد الإطار العام لتسوية القضية الفلسطينية لعرضه على مؤتمر الخريف للسلام الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش هذه المفاوضات السرية والمجهولة المكان تتعلق أيضا بمؤتمر لا زال يلفه الغموض والضبابية غير أن ما سرب من معلومات حول المؤتمر وأهدافه تبدو مقلقة إلى حد بعيد حتى أن كثيرا من الدول العربية التي عادة ما تهرول تجاه كل إشارة أو مبادرة أو مؤتمر يدعو إليه الرئيس الأمريكي باتت مترددة أو متحفظة هذه المرة مما يعني أن ما يدبر في الخفاء أكبر من أن يتصور وفي هذه الحلقة نحاول فهم بعض جوانب ما يدبر في الخفاء للشعب الفلسطيني بل وربما للأمة العربية كلها وذلك في حوارنا مع أحد أبرز المهمومين بالملف الفلسطيني بشكل عام وملف اللاجئين وحق العودة بشكل خاص الدكتور سلمان أبو ستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة الفلسطيني ولد سلمان أبو ستة في بئر السبع في فلسطين عام 1937 حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 59 وعلى الدكتورة من جامعة لندن عام 64 ألف أكثر من ثلاثين كتابا وبحثا علميا في الهندسة وحصل على أكثر من جائزة من جمعيات دولية عمل أستاذا في جامعة ويستر أون في كندا عاش هم اللاجئين الفلسطينيين منذ نعومة أطفاره ورأس لجنة اللاجئين والأنروا في هيئة التعاون الفلسطينية في جينيف ألف أكثر من ثمانين كتابا وبحثا عن اللاجئين الفلسطينيين وأعد ونشر أول أطلس تاريخي لفلسطين بكل مدنها وقراها ونجوعها ووديانها وجبالها بل وأزقتها وحوارها وحقولها ومياه أبارها وبيوتها ومساجدها وكنائسها وكل شبر فيها ليكون حجة على الأمة التي فرطت فيها والأجيال القادمة التي يجب أن تستردها ألقى عشرات المحاضرات والندوات عن اللاجئين وحق العودة في معظم أنحاء العالم عرض أبحاثه ومشروعاته عن حق اللاجئين في العودة أمام لجان متخصصة في الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والاتحاد الأوروبي وبرلمانة الدينمارك والسويد والنرويج ومؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين وأمام نادي الصحافة الوطنية في واشنطن وعدد كبير من الجامعات العالمية لديه علاقات جيدة مع أكثر من مائة جمعية دولية أهلية ومتخصصة في شؤون اللاجئين وحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين وفوق كل ذلك لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي فلسطيني وإنما ينتمي إلى فلسطين التي يحظى باحترام وتقدير كل أبنائها ولمشاهدين الرغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.jz.net دكتور مرحبا بك أهلا بكم يا مرحبا قبل أيام وجهت رسالة للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نشرت في معظم وسائل الإعلام بما فيها الصحف الإسرائيلية وشكلت المادة الأساسية اليوم لافتتاحية صحيفة جيروزالينبوست الإسرائيلية وكان من أهم ما ذكرته في تلك الرسالة أن مؤتمر الخريف القادم يحمل معه عواقب خطيرة على المصير الفلسطيني باختصار ما هي أهم العواقب الخطيرة التي يحملها هذا المؤتمر للشعب الفلسطيني نحن الآن في وضع في غاية الخطورة في تاريخ فلسطين ولا أبالغ إذا قلت أن وضعنا الآن لا يختلف عن وضعنا عام 48 و 49 أصبحنا شعبا مشردا مشتتا ليست له مرجعية واحدة تجمعه ولا له تمثيل يمثل الشعب الفلسطيني بالكامل وفي نفس الوقت تكالبت علينا الذئاب التي دائما كانت تتكالب علينا ولكن الآن وجدنا في وضع في غاية الضعف وهذا المؤتمر بغيره يريد أن يزيد من مآسي أوسلو بأن يخترع مادة جديدة اسمها أوسلو 2 التي الأولى والثانية تسقط جميع الحقوق الفلسطينية وتتجاهل تماما الشرعية الدولية ما هي أهم هذه الحقوق التي تسقطها؟ أهم حق طبعا هو حق العودة لأن حق العودة هو أساس الذي بني عليه الصراع العربي الإسرائيلي هو حق كل إنسان أن يعيش على وطنه حرا وبدون احتلال وبدون تنظيف عرقي وما حدث عام 48 لا يزال إلى اليوم يحدث عندما نسمع اليوم أن إسرائيل تريد اقتناص 1260 دنم من القدس لتضمها هذا يعني أن نكبة فلسطين لا تزال مستمرة اليوم مقابل ذلك يريدون أن يتكلموا معنا عن إسرائيل وحقها في الوجود وإسرائيل دولة وطن قومي لليهود أنت في رسالتك التي وجهتها إلى أبو مازين ركزت على خطورة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وهو ما يركز عليه الإسرائيليون ويركز عليه الأمريكيون لماذا تعترض على حق إسرائيل في الوجود؟ يجب أن نعرف معنى هذه التعبير إذا قلنا أن إسرائيل دولة موجودة فهذا كلام ممكن أن تطبقه دولة مقابل دولة أخرى أما أن نقول أن حق إسرائيل في الوجود معناها أن كل ما اخترفته من جرائم عام 48 وكل الناس الذين شردتهم من ديارهم وكل الأراضي التي أخذتها وكل المجازر التي قامت بها واخترفتها ضد الفلسطينيين هو عمل شرعي قانوني أخلاقي يعترف به الفلسطينيون أنه كذلك وبالتالي فليس لهم حقوق على الإطلاق هو إذن مسح للحقوق الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني على الإطلاق لكن إذا قيل أن دولة يعترف بوجودها هذا ليس من شأننا إنما هناك دولة مثل ألمانيا معترف بها هناك دولة مثل اليابان معترف بها لكن أن تقول أن حقها في الوجود معناها إعدام حقنا نحن في الوجود في أرضنا معنى ذلك أن هناك فوارق أساسية بين حق إسرائيل في الوجود الذي تصمم عليه إسرائيل وتصمم عليه الولايات المتحدة وتريد فرطه وبين الاعتراف بدولة إسرائيل نعم فرق كبير جدا وكما قلت الفرق أنهم يريدون أن نعترف نحن بأن كل الجرائم التي اقترفت بحقنا هو عمل شرعي قانوني أخلاقي ويجب أن نعترف به يعني تدميرنا هو مقبول لدينا بينما هم مستعدين أن يدمرون ونحن لا نعترض على ذلك معنى ذلك أن هناك خطورة فادحة للدول التي لم تعترف بإسرائيل حتى الآن والدول التي يمكن أن تشارك في مؤتمر الخريف القادم إذا أقرت ما يسمى بحق إسرائيل في الوجود خطر كبير جدا معنى أنها تتنازل أو تسقط جميع الحقوق العربية في فلسطين ومعنى أنها تخلت عن هذه القضية وخطورة هذا الموضوع تزداد الآن أكثر لأنهم يريدون أن يتكلموا عن دولتين في فلسطين دولة فلسطين ودولة إسرائيل ولكن أضافوا لها البند الجديد أن تكون إسرائيل الوطن القومي لليهود هذا المصطلح أيضا يسر عليه الرئيس بوش ويطرحه والإسرائيليون يسرون عليه وطن قومي لليهود مقابل وطن قومي للفلسطينيين أو دولتين دولة يهودية خالصة ودولة فلسطينية أولا هذا معنى الجزء الأول من الكلام حق إسرائيل في الوجود يعني معنى يلغي تاريخنا بالكامل أما الجزء الثاني اللي هو وطن قومي اليهود فمعنى يلغي مستقبلنا بالكامل كيف يلغي مستقبلنا؟ أنه أولا الفلسطينيون أهلنا الموجودين في 48 يصبح ليس لهم حق أن يبقوا في هذا البلد لأنه ليس بلدهم ولأنهم ليسوا يهود لأنهم ليسوا يهود وفي الواقع أن أفكدور ليبرمن بمساعدة أستاذ في جامعة تل أبيب اسمه مقديون بيغر قد وضعوا خطة للتنظيف العرقي لإخراج الفلسطينيين حتى من داخل 48 هذه النقطة النقطة الثانية هذا وزير التحديد الاستراتيجي نعم ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي نعم وهو يتبجح بكل وقاحة بهذا الكلام علنا أنه يخطط لذلك النقطة الثانية أن حقنا في العودة اللي هو حق مقدس وقانوني يلغى لأنه كيف نعود إلى بلد نعترف به أننا شعب آخر يعني ولكن حتى من وجهة نظر إسرائيل عندما يتفاوض بعض الناس مع إسرائيل ويريد أن يقنعوا من هذا الكلام غير سليم فليرجعوا إلى قرار التقسيم على الأقل إسرائيل تقول أنها بنيت واعتمدت في إنشائها على قرار التقسيم قرار التقسيم لا يمكن أن ينشأ دولة عرقية دينية ولا يمكن أن ينشأ دولة لليهود فقط على الإطلاق بل على عكس الفصل الثاني والثالث من قرار التقسيم يقول صراحة أن الأقلية في أحد دولة الأكثرية كل حقوقها محمية سواء سياسية أو قانونية أو ثقافية أو غير ذلك فإذن كان مفروض حتى من وجهة نظر إسرائيل أن الدولة التي تسمى دولة يهودية فيها أقلية عربية ولا الحقوق كاملة ولذلك عندما طلبت إسرائيل أن تكون عضو في الأمم المتحدة فرضت عليها الأمم المتحدة شرطان الأول أن تقبل بقرار 181 اللي هو التقسيم ثانيا أن تقبل بقرار 194 لأنها طرادت الأهالي العرب من تلك الدولة خلافا لقرار 181 فإذن من ناحية تاريخية ومن ناحية مبدئية بالنسبة لنا العرب والمسلمين هذا الكلام غير مقبول على الإطلاق وحتى من ناحية قانون دولي غير مقبول أيضا دكتور لماذا تصرون على حق العودة رغم التغير الديمغرافي والجغرافي والتاريخي الذي فرضته إسرائيل بعد ذلك على المنطقة وعلى فلسطين وعلى قراءها ومدنها وكل شيء فيها هل يوجد عند أي إنسان شك في أن من حقائق أو من مبادئ حقوق الإنسان أن يعود الإنسان إلى بيته هل هناك حق أكثر مبدئية من ذلك الحق الإنسان في أن يعود إلى بيته ويعيش في بيته هذا حق كل القوانين والشرائع الدولية والسماوية أكدت عليه فكيف نحن نتنكر لمصير لتاريخ لنا على مدى خمسة ألاف عام لا يمكن أن نقبله الآن حق العودة مزروع في نفس كل فلسطين لكن الرئيس محمود عباس لم يعد يصر كما قالت صحيفة معارف الإسرائيلية في 30 سبتمبر الماضي على تضمين أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل عبارة نص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل ونقلت الصحيفة بالحرف الواحد عن محمود عباس قوله لأولمارت في اجتماع آخر لقاء بينهما وهو محمود عباس يقول لأولمارت متى سمعتني أطالب بحق العودة لإسرائيل نحن نطالب بحق العودة لفلسطين وأين فلسطين؟ هذا ما سنتفق عليه أما يعني ذلك أن أبو مازن يتعامل بواقعية وبراجماتية مع الواقع فلسطين لم تحدد الآن وحق العودة سيكون لفلسطين تلك وليس لإسرائيل إسرائيل أصبحت دولة أخرى هذا رئيس السلطة الفلسطينية يقوله بالحرف الواحد إلى أولمارت وليس وحده ولكن معاريف أكدت أن موقف أن أولمارت فوجئ بهذا التنازل الكبير من أبو مازن ووجدت أن كل المسؤولين الفلسطينيين يتحدثون بنفس هذه اللهجة بمعنى أنهم يعترفون بإسرائيل كدولة ذات طبع يهودي ولذلك نحن نتكلم مع الرئيس محمود عباس وننبه ونحذر مثلنا ومثل عشرات فئات المجتمع الفلسطيني وإذا كان هذا الكلام صحيحا فإن هذا الكلام لا يمثلنا ولذلك عملنا عدة مؤتمرات لكن هو الرئيس الذي يمثل الشعب والمنتخب لا يمكن أن يمثل إنسان شعبه إذا لم يحافظ على حقوق هذا الشعب هذه حقيقة بسيطة فإذا كان هناك شك في ذلك فالشعب سيأخذ كلمته وكيف يأخذ كلمته لازم أن يكون لنا مجلس وطني منتخب جديد يمثل عشرة ملايين فلسطيني منهم سبعة خارج بلادهم ستة ونص لاجئ ومليون نازح هؤلاء ليس لهم صوت على الإطلاق فهنا يجب أن يسمع صوتهم وصوتهم هو الذي سيقرر المصير وليس أي اجتماع لأي طرف في غرف المغلغة أنا سأأتي إلى هذه النقطة تحديدا لأنك ركست عليها أيضا في رسالتك وركست عليها في أكثر من شيء كتبته لكن أريد أيضا لأن الرئيس عباس الآن هو الذي يتحرك بالأمور سياسيا وعلى الواقع التقى خلال الشهور الستة الماضية ما يقرب من عشر مرات أو ربما في هذا الإطار مع يهود أولمرت بين كاسبيت المعلق الإسرائيلي السياسي لصحيفة معاريف زكر في 30 سبتمبر الماضي يعلق على هذه اللقاءات قائلا إن هناك قصة حب حقيقية على المستوى الشخصي بين أبو مازين وأولمرت هناك غرام بين الإثنين وتدليل واحترام متبادل وإدراك للمصاعب الداخلية في كل جانب باختصار هناك انسجام ممتاز ومحادثات طويلة في عمق الليل بين الرجلين أما يمكن أن يساعد هذا على استرداد تلك الحقوق التي تنادون بها؟ يعني من يتوهم أن الحقوق تعود بصهرات الليل في عمق الليل كما تذكر فهو واهم يعني عندنا تجربة واضحة 14 سنة من أوسلو كان أكبر خطيئة فيها هو أن ألغت الشرعية الدولية وأصبحت أوسلو عبارة عن محاولة التوافق بين المحتل الدولة المحتلة والشعب المحتل فمن يتصور أن أي جزء من الحقوق ولو ظر من الحقوق الفلسطينية تعود بمفاوضات نصف الليل يكون واهما جدا وعلاقة الغرام وعلاقة الغرام طالما أن أولمار تمغرم أيضا يمكن أن يتنازل والله إذا كان هذا الغرام له نتائج فستكون رفض كبير وعارم وشامل من جميع طواف الشعب الفلسطيني الآن هناك فريق للتفاوض بدأ في مكان سري مجهول يتفاوض غير معلوم على مصير الشعب الفلسطيني أو ما تبقى من مصير الشعب الفلسطيني هو نفس الفريق تقريبا الذي فاوض في أسلو بقيادة أحمد قريع أما تجد أن هذا الفريق هو الفريق الأكثر تأهيلا لكي يواصل ما تم بدايته في اتفاق أسلو أستاذ أحمد في جميع الدول المتحضرة والدول التي تحرص على حقوق شعبها لا يمكن أن توكل لفريق فشل في مهمة هذه المهمة مرة أخرى هذا الشيء بديهي فمن الواضح أن فشل أسلو ذريع جدا وإذا كان هناك أي خير من المفاوضات وهو أمر نشكوك فيه فالأولى من الرئيس عباس أو من الجهة التي تذكر أنها تمثل الفلسطينيين أن تضع فريقا جديدا للمفاوضات معروف خلفيتهم ومعروف أسماءهم وتعلن أسماءهم وتعلن مصدقيتهم الوطنية وتعلن كفائتهم وأهم من هذا وذاك تعلن ما هي الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها وهل هذه الأهداف موافقة عليها شعبيا عن طريق برلمان أو انتخاب مجلس وطني أم لا فإذا كانت هذه الأهداف هي من صنع فريق صغير من الناس فالنتيجة محتومة ويعني مستقبلنا في ظل هذا هو سيء جدا ولذلك لا بد أن إذا كانت المفاوضات لها أي درجة من المصدقية أن يكون هناك فريق جديد من المفاوضين لهم مصدقية ولهم معرفة ولهم أيضا تفويض من الشعب كله وليس من أعدد محدود من الأفراد معنى ذلك أن هذا الفريق غير مؤهل لكي يمثل الشعب الفلسطيني الله إذا نظرنا للنتائج التي حصلنا عليها النتائج الكارثية خلال 14 عاما فهو غير مؤهل على الإطلاق من هم المؤهلون الآن لتمثيل الشعب الفلسطيني؟ مفروض أن يكون تأهيل الشعب الفلسطيني دائما وأبدا وإلا كما قلت في بداية حديثي نعود إلى عام 48 أن يكون عن طريق مجلس وطني منتخب والمجلس الوطني منتخب هو الذي يضع الأهداف لأي مفاوضات وهو الذي يحدد ما الذي يمكن أن تفاوض عليه ولا يتفاوض عليه في تصريحات نشرة يوم الأحد الماضي أحمد قريع رئيس الوفد المفاوض قال لن نبدأ المفاوضات مع الإسرائيليين من الصفر إن صورة الحل باتت واضحة للطرفين والمطلوب فقط هو وضع هذه الصورة في اتفاق يعني الأمور ليست معقدة أعدت شاي تحط فيها اتفاق ويوقعه والله إذا بدأت من الصفر فهي تبقى أيضا في الصفر لأنه لم نحصل إلا على الصفر في كل هذه الأوقات الآن يعني ما نسعى إليه هو بكل بساطة تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة غير هذا وذاك هل يعقل أن نحن نضيع تسعين عاما من كفاحنا من أيام بلفر وايزمان؟ هل يعقل أن نحن نضيع الشهداء الذين سقطوا دفاعنا على الوطن منذ النكبة منذ ستين عاما؟ هل يعقل أن نحن منذ أربعين عاما تحت الاحتلال نضيع هذا كله؟ الشعب لا يمكن يقبل ذلك وهو صاحب التضحيات فهو إذن صاحب القرار يجب أن يعود القرار إلى الشعب وليس إلى مجموعة صغيرة من الناس لكن نبيل عمر مستشار الرئيس الفلسطيني عباس في تصريحات مشرت في القدس العربي في 2 أكتوبر الجري ربما رد على هذا قائلا أن الرئيس عباس سيرجع إلى الشعب الفلسطيني وسيحتكم إلى الشعب في استفتاء عام حول أي اتفاق يتم التوصل إليه أما يكفي الاستفتاء؟ الاستفتاء أولا أستاذ أحمد الاستفتاء هذا حبة أسبرين أولا الاستفتاء غير قانوني فيما يتعلق بالحقوق الوطنية غير قابل للتصرف لا يستفتأ أبدا على الحقوق غير قابل للتصرف ثانيا الاستفتاء هذا أين يتم؟ إذا تم في الضفة الغربية وغزة فهو تحت الاحتلال وبالتالي لا ولاية لمن هم تحت الاحتلال ثالثا لو تم في الضفة وغزة هذا يمثل 30% من الشعب الفلسطيني أين صوت 70% من الشعب الفلسطيني؟ صامتين صامتين ومن يتكلم عنهم؟ لا يتحدثون عن وطنهم ولا يهمهم مستقبل يهمهم جدا ولذلك لماذا لا يتكلمون؟ لذلك هم الآن يعملون اجتماعات والاجتماعات المستمرة وسيكون لها صدى كبير لكي تطالب بأن عشر ملايين فلسطيني هم الذين يقررون مصيرهم وليس فريقا اختاره عدد محدود من الناس أنا قبيل الدخول إلى الاستوديو جاء خبر عاجل على الوكالات أن أبو قريع أحمد 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 قريع أعلن عن استعداد الفلسطينيين لتبادل لتبادل المناطق بالنسبة لبعض المناطق التي يتواجد فيها الإسرائيلين يتبادلوها مقايضة الأراضي نفس هذا الذي كان أعلنه أفكدور لبيرمان يوم الاسنين الماضي النهاردة أبو علاء أكد على نفس الشيء قبل قليل قال إن حزبه يوافق على مقايدة أراضي وسكان مع السلطة بما في ذلك مقايدة مخيمات اللاجئين الموجودة في منطقة نفوذ القدس بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية نفس هذا الكلام الآن الإي بي نشره عن أحمد قريع أنه يعرض هذا الكلام وكأنه يتطابق مع أفكدور ليبرمن يعني الآن القضية أصبحت حتى تبادل وأراضي يعني ما عادش حضرك بتتكلم عن شيء لا الناس الآن بتبت حتى فيما يتعلق بالأراضي نفسها وبكل شيء نعم تبادل الأراضي هذه من ضمن الخدع السياسية وهي كثيرة أولا إسرائيل لا تملك أرض الضفة الغربية لأنها تحت الاحتلال وهي أرض محتلة وحتى الأرض اللي في داخل خط الهدنة هي يملكها 93% منها هي ملك اللاجين فإسرائيل لا تملك لهذه الأرض ولا هذه الأرض كيف تبادل بهذه الأراضي؟ هذه واحدة الثانية أنه عندما يقولون تبادل الأراضي يقصدون المناطق الخصبة في الضفة مقابل أرض صحراوية قريبة من سيناء جنوب رفح بسموها لوتسة ولا يعرف العرب أنه اسمها الخلصة وهذه الأرض لا فيها ماء ولا يعيش فيها طير ولا نبات على الإطلاق لسهب علاء مستعد إذا مستعد فليعيش فيها هو ناك ولكن الشعب الفلسطيني لن يقبل مبادرة بأرض فلسطينية مقابل أرض فلسطينية أخرى ولكن كما تفضلت لما وجدت المقارنة بين الموقفين أنا الحقيقة الخبرين أمامي الآن متطابقين تقليل التقابل ليس صدفة لأن كل الخطط التي تعرض الآن ويوافق عليها من قبل بعض الناس هي خطط وضعتها الاستخبارات الإسرائيلية عام 93 على يد شلوم وغازيت وهي موجودة وإذا قرأتها ونصها موجود وتقارن بينها وبين الذين يسمونه اتفاق طابة وكلينتون وأيضا اتفاق يوسي بيلين وعبد الربو هي نسخة طبق الأصل من النسخة التي وضعتها الاستخبارات الإسرائيلية على يد شلوم وغازيت سنة 93 وهي أيضا مبنية على القرار على الخطة التي وضعها شيختمن دكتور شيختمن في عام 1948 كلها مبنية على نفس الأسس وهؤلاء يقرؤون من هذا الدفع يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين يمثلون الشعب الفلسطيني ويتحدثون عن خطط هي في الأصل خطط إسرائيلية يروجونها مئة في المئة وهذا النص موجود ومطبوع نص الذي وضعته المخابرات الإسرائيلية على يد شلوم وغازيت هو نفس الذي يتبادلون الحديث فيه اليوم وهو يعني فيه من نوع من الخداع السياسي طبعا هو كله يعتمد على أنه نفي الفلسطينيين بعيدا عن بلادهم وتوطينهم ويقولون مثلا في طابة أو كلينتون أو يوسي بلين وعبدربو يقولون أنه في خمس خيارات للاجئين نسأل ما هي الخمس خيارات أربع منهم يقولون اللاجئ أين تختار منفاك اعطينا المنفى الذي تختاره والخامس هو العودة إلى وطن في إسرائيل بس بشروط تعجزية وهي لا أكثر من لم الشم التي لا تشمل أكثر من نصف المئة لكن إذا رجعت للنص الموجود لعمل شلوم وغازيت مباشرة بعد أوسلو هذا كل ما تقرأه عن الخطط المعروض الآن هو موضوع من قبل استخبارات الإسرائيل يعني يجب أن لا ننتظر ما الذي سيقدمه الوفد الفلسطيني ولكن نراجع ما كتبه الإسرائيليين لنجده سيطرح على لسان الفلسطينيين الذين تفاوضوا ولذلك إذا تذكرتم يعني هذا كلام خطير دكتور لا الكلام المضبوط أنه أنا الذي كتبناه في الجواب إلى الرئيس عباس قلنا له لا تنمشي وراء المنهج الإسرائيلي وتتبع ما يقدمون لك وتناقش فيه اتبع المنهج الفلسطيني المنهج الفلسطيني مقام على أنه يطلب تحقيق القانون الدولي والقرارات الدولية يكون هذا مطلبك ويكون هذا هي الأجندة التي تطالب بها ولا تسعى وراء محاولات لتطبيق الأجندة الإسرائيلية لأننا نعرف هذا الطريق وهذا طريق مسدود وللأسف يعني في النهاية كما وصلنا نحن إلى نتيجة اليوم أن أفكدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف يوم الاثنين الماضي قال تصريحا حول المقايضة الآن قبل قليل أحمد قريع قاله كأنه تصريحه هو كأنه فكرته هو نعم فالآن يعني من خلال المعلومات التي تقولها أنت تقدم شيء خطير يعني الله هذا الواقع ولا أستغرب جدا أنه إذا كان عندنا دائرة مفاوضات تدرس هذا شيء مطبوع منشور إذا وجدته أنا أجده غيري وقبل نشل مقازات نفسه وبالعكس أزيد عليك شيء آخر أنه هذا الكلام تبنته وحدة محامية روسية يهودية أمريكية اسمه دونا أرس وأصدرته في كتاب أصدره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية وهذا الكتاب يقول نفس الكلام يقول كيف نوزعهم على بلاد أخرى وأنه لا يوجد أبدا عودة وأنه للاجئ الخيار في خمس أماكن وأحيانا ممكن يكون في تبادر في الأراضي وهذه النسخة الإسرائيلية النسخة الإسرائيلية يدعوت أحرنوت نشرت أول أمس 8 أكتوبر قالت أن اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل الذي يشارك في الحكومة رصد مبلغ 100 مليون دولار من أجل التسويق لخطة شطب حق العودة للاجئين تقوم الخطة على ثلاث مبادئ إعادة تأهيل اللاجئين في الدول المضيفة يبقوا في الدول المضيفة إلغاء المخيمات وخلق شراكة استراتيجية مع الأردن بحيث تكون هناك مساهمة في إدارة الضفة بينما تبقى السيادة لإسرائيل حضرتك ذكرت كلمة مهمة 100 مليون دولار لتسويق الفكرة يعني طبعا مش تكلفة الفكرة يعني إقناع الناس يعني معنى آخر كمان تجويع الناس لتركيعهم يعني معناها توزيع الفلوس على الجهات التي توافق على هذا الاتجاه ومنع الدواء والغذاء عن الناس الذين لا يقبلون بذلك يعني المبلغ هذا هو عبارة عن ترويج لهذه الفكرة وهذا الحقيقة كلام خطير جدا جدا ونحن نتمنى على الرئيس عباس أن يصمد في وقفته لأنه الآن في هذا المكان هو من المفروض أن يمثل الحقوق الفلسطينية وإذا لم يمثل هذه الحقوق الفلسطينية فإن التمثيل غير صحيح أنت الآن تستنهد همم عشرة ملايين فلسطيني أن لا يقفوا متفرجين على كارثة ربما تزيد أو أكبر حجما مما حدث في العام 48 وأن يسعى كل منهم لأن يقول كلمته ويقول دوره نسمع طبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء بعد فصل قصير نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع الدكتور سلمان أبو ستة حول حق العودة والمفاوضات القائمة ومؤتمر الخريف القادم وضيع ما تبقى من حقوق الفلسطينيين فابقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نبحث فيها عن الكارثة الجديدة التي تنتظر الشعب الفلسطيني في الترتيبات التي تجري والمفاوضات السرية التي تجري ونتحدث عن حق اللاجئين في العودة الذي يسعى الجميع لتمصه وقبل أن أستأنف الحوار مع الدكتور سلمان أبو ستة أستعرض معكم بشكل سريع أعداد اللاجئين الفلسطينيين وتوزيعها في أنحاء العالم بداية توزيع اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في قطاع غزة يوجد 986 ألف و34 لاجئا في الضفة الغربية 778 ألفا و788 لاجئا في فلسطين 48 309 ألف و548 لاجئا وبالتالي يبلغ العدد الكلي من خلال أطلس فلسطين مليونين و74 ألف و406 في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل فلسطين 48 أما أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الدول المحيطة بفلسطين في الأردن مليونين و197 ألفا وتسعمائة وواحد وخمسون لاجئا في لبنان 422 ألفا ومائتين وثلاثة وستون في سوريا 506 ألف و853 في مصر 48 ألفا وثمانمائة واربعة وستون العدد الكلي في هذه الدول الأربعة 3 ملايين و175 ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين وأيضا المصدر أطلس فلسطين أما أعداد اللاجئين الفلسطينيين في دول الخليج فهي على التوالي السعودية 331 ألفا وسبعمائة وسبعون والكويت 41 ألفا وخمسمائة وواحد ودول الخليج الأخرى 127 ألفا واربعمائة واربعة وثمانون أما في العراق وليبيا فعددهم 89 ألفا وستمائة وسبعة وتسعون ودول العربية أخرى 6694 والعدد الكلي هو 597 ألفا ومائة وستة وأربعون في هذه الدول أعداد الفلسطينيين في أوروبا حوالي 150 ألفا أما أعداد الفلسطينيين في كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ففي الولايات المتحدة حوالي 250 ألفا في كندا 50 ألفا في الأمريكا الجنوبية 113 ألفا وبالتالي يبلغ العدد الكلي في أمريكا الجنوبية والشمالية 413 ألفا أما التقدير العدد الكل الإجمالي للاجئين الفلسطينيين في العالم هو 6 ملايين و400 مليون لاجئ فلسطيني أما إجمالي عدد الشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين في الداخل والخارج يبلغ حوالي 10 ملايين فلسطيني ما هي مسؤولية العشرة ملايين فلسطيني الآن في هذا الوقت 10 مليون فلسطيني ليس لهم صوت اليوم لم يسمع لهم صوت آخر مرة كان لهم صوت في الجزائر مجلس الوطني عام 1988 ومنذ ذلك الحين كان العدد 451 أعضاء المجلس الوطني مات منهم أو مرضى أو استقال غيره حوالي 150 وبقي عدد الباقي ومن الباقيين الذي كان يمثل الطلاب وشعره أسود الآن أصبح شعره أبيض ويمشي على عكاس وبالتالي لم يحصل أي تجديد في المجلس الوطني من عام 1988 بل أكثر من ذلك أن الأطفال الذين كانوا يرمون الحجارة في الانتفاضة الأولى هم الآن رجال ونساء كبار لهم دور في المجتمع ولكن ليس لهم صوت على الإطلاق إذا كمان فكرنا في عدد الذين ولدوا بعد 1988 وهو آخر مجلس وطني له قدر معقول من المصداقية فإن نصف الفلسطينيين ولدوا بعد هذا التاريخ هؤلاء كلهم ليس لهم صوت فلذلك يعني في تقرير مصير الأمة كيف يمكن أن تقرر مصير هذه الأمة بدون أن يكون لها صوت ولذلك بدأنا هناك لجنة تفاوض الآن مع الإسرائيليين تقرر مصير الأمة لا نقبل ذلك طبعا ومنذ حوالي أكثر من سنتين بل فراقع من حوالي سنة 98 ونحن نسعى إلى انتخاب مجلس وطني يمثل الفلسطينيين كما هم اليوم وقابلنا السيد محمود عباس في القاهرة في 2006 فوعد بتفعيل اللجنة التحضرية هذه اللجنة التحضرية تفق عليها في القاهرة عام 2005 ولكن لم يتم تفعيلها بقرار منه وكذلك تكلمنا مع السيد سليم الزعنون بصفته رئيس المجلس الوطني فقال أنه ينتظر إشارة من السيد محمود عباس ولم تصل هذه الإشارة فما الذي حدث؟ اجتمعنا في بيروت جمعنا خمسين شخصية فلسطينية مستقلة من أنحاء العالم لكي نتدبر الأمر كيف يمكن أن يكون لنا صوت وقررنا أن يكون لدينا برنامج لتفعيل الشعب الفلسطيني واستنهاض همته من أجل أن يكون له صوت وكذلك حصل مؤتمر في روتردام في أوروبا وكذلك في برشلونة والأسبوع القادم سيكون لدينا اجتماع لجمعية الأهلية في الداخل في قبرص وسيكون الشهر القادم هناك اجتماع في دمشق مؤتمر وطني برضو لتفعيل المجلس الوطني وفي أوائل العام القادم سيكون هناك مؤتمر شعبي كبير للفلسطينيين في شيكاغو وكل هذه الأمور هي تعبير عن سخط الشعب من عدم تمثيله ونعجب نعجب يعني لكن أنتم لو سمحت لي غاية العاجب أن يطلع علينا أحد المسؤولين القدامى في المنظمة ويقول كله تجمع شعبي من هذا هذا سؤالي لك الطيب عبد الرحيم الطيب عبد الرحيم قال يعني معنى ذلك أنكم غير شرعيين إذا لم تستأذنوا السلطة وتستأذنوا عضو مجرم يقول إنه غير شرعي والرد يعني بسيط نحن شعب لاجئ وتحت الاحتلال لم نرث ديكتاتورية عسكرية وليس عندنا حكم وراثي ولذلك كل ما يتقدم به الشعب من تحركات وطنية لتجميع قواه ورفع صوته هو التمثيل الحقيقي للشعب والذي يرفض ذلك هو الذي لا يمثل الشعب وأنا أعجب لماذا يرفضون يعني من الذي يخاف من الانتخابات هل يخاف منها الذي سيسقط فيها وسيخسر دعم الناس عمليا يمكن تشكيل مجلس وطني في ظل الوضع الراهي طبعا هناك يعني مشاكل عملية لكنها قابلة لحال يعني اللجنة التحضرية التي مفروض أنها تنشأ ولم تنشأ ونائمة حتى الآن مفروض يكون فيها ممثلين عن الجالية الفلسطينية في كل بلاد العالم وكل جالية من وراء تعطيلها كما أفهم أنه أبو مازن يرى أنه هناك صعوبات صعوبات في تنفيذ الانتخابات ولكن إذا كان هناك صعوبات يوكل هذه المهمة للجنة التحضرية أنا أعلم تماما مثلا أنه في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض البلاد العربية من الآن لا توجد مشكلة وأنه بعض الدول العربية الأخرى ممكن مقابلتها وعمل اتصالات معها لكي نصل إلى قرار في هذا الشأن وإن لم يمكن هناك عدة خيارات أخرى هناك جمعيات للمهن وللثقافة وللاقتصاد وللطلاب وللمدارس وغيره فممكن أيضا الاختيار لكن أن نقفل للبال ونقول نبقي على من كانوا منتخبين عام 88 أو مختارين عام 88 ونقول أن هذا هو الحال وليس هناك أبدع مما كان هذا غير مقبول على الإطلاق والذي يدعو الذي يملك الدعوة إلى هذا من الواضح أنه أبو مازن وليس أي شخص آخر أبو مازن الآن هو رئيس للسلطة الفلسطينية وقال في تصريحات نشرت في 28 سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن معاهدة سلام شاملة مع إسرائيل ستوقع خلال ستة أشهر بعد مؤتمر الخليف لماذا يدعو الراجل إلى انتخابات وصداع وجع دماغ وناس مشاكسين زيكم وهو في إيدي حل الموضوع خلال ستة أشهر وما قيمة هذا الاتفاق نحن نتكلم عن حقوق غير قبل التصرف وكل حق غير قبل التصرف هو معلق في رقبة كل فلسطين ولا يملك لا أبو مازن ولا المرحوم أبو عمار ولا أي جهة أن تتنازل عنه فكل ما يحدث هو أنه لا يسقط هذا الحق ولكنه يعمل عقبة سياسية أمام أهله وإخوانه الفلسطينيين أنهم يدافع عن حقوقهم أما الحق لا يسقط ولكن هو يعمل عقبة بحيث أنه يصبح الذين يدعون إلى حقوقهم الوطنية الفلسطينية يصبح مخالف سياسيا ويصبح بالنسبة للغرب بالذات أمريكا وإسرائيل يصبح مشاكس ويمكن أن يطلق عليه شخص غير محب للسلام ويمكن أن هذه المشكلة المشكلة أنه يحول ما الذي تستطيعون فعله رغم كل هذه الاجتماعات والتحضيرات في حال أن أبو مازن لم يعطيكم ويبدو أنه لن يعطيكم أي اهتمام لا 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 أنا أعتقد أنه لن يبقى هذا الحال كما هو لأنه في عدة أشياء إذا كان الناس كلها هبت وقالت أين صوتنا أين صوتنا يعني حتى حتى نقول مثلا من طريقة بسيطة الانتخابات التي تمت في يناير 2006 لم تشمل باقي الشعب الفلسطيني أين دوره فيها كيف الآن يقرر مصيره وهو غائب عن هذا الموضوع حتى نتأجها ما هي ترمت في الزبالة لم أخذ الانتخابات يعني على الأقل أن يكون هناك وضع شعبي الذي له صوت وساعتها حتى في هذا الوضع سيأتي وقت أنه الشعب يقول كلمته لأن الشعب هو الباقي وكل هذا الزعماء كيف يمكن للشعب نستيقظنا الصباح ونجد أن هذا الشخص غير موجود أنتم تتحركون الآن في هذا الإطار وأن تحملت العشرة ملايين فلسطيني المسئولية الآن عن التفريط الذي يحدث في هذا الوقت في 48 كلاها ظروفها الآن تتكرر المأساة